أزول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 جميعاً أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة إذن في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم عن نيتشات فيها قابل لتحقيق المبيعات المرتفعة طبعاً قمت بالإعتماد في البحث على أدوات مدفوعة مثل P.O.D.C.S وكذلك قمت باستعمال استراتيجية معينة تعتمد على تنظيم البلستلر لينك وكذلك تحديد تاريخ معين للنشر هكذا دائماً يمكننا تحديد نيتشات التي تكون فيها بوتونش العالي لتحقيق المبيعات وطبعاً كنت قد شاركت معكم هذه النوعية من قبل وقد أعطت ثمارها بالفعل فلذلك قررت أن أشاركها مرة أخرى في نيتشات جديدة أخرى طبعاً لنبدأ على بركة الله نقوم بالدخول إلى الأدات طبعاً هذه الأدات التي أستعملها دائماً طبعاً يبدو هذه الكلمة غريبة نوعاً ما لذلك قمت بترجمتها في جوجل قبل أن أقوم بترجمتها طبعاً بحثت عنها في جوجل لكي أرى هل يوجد موقع ما مثلاً يقدم هذه النوعية طبعاً لم أجد أي شيء فمثلاً هنا في أقصى يعني اليمين لا يوجد أي شيء إذن لا يوجد كوبي رايت كذلك النتائج التي ظهرت لي النتيجة الأولى دائماً خاصة بالتيشيرت إذن جميل كذلك أمازون يعني الأمر جيد بانتيريست كذلك الأمر جيد أمازون بانتيريست تي بابليك كذلك موجود إي تسي موجود إذن هذا إن دل على شيء يدل على أنه لا يوجد أي إشكال في هذه النقطة نهائياً يعني لا يوجد كوبي رايت في هذه النقطة بل لذلك لكي نتأكد أكثر دعونا ندخل إلى أمازون دوت كوم ونقوم بتجربة أو نقوم بالبحث إذن الآن في أمازون دوت كوم إذن من ناحية كومبي تيشن كما ترى مع إيمون خفضة جداً 405 وتذكروا جيداً طبعاً هذا الرقم طبعاً هنا في الريزولت إذا وجدنا أن الحيوان تتتغير يعني هنا عندي باندا هنا كذلك باندا هنا نفس الشيء باندا باندا هنا حيوان آخر إذن إن وجدنا حيوان آخر فهذا يدل على أن النيتش سالم لا يوجد فيه أي إشكال أو يمكننا يعني استعمال أو استهداف يعني حيوانات أخرى يعني نحتفظ بالعبارة يعني باعتبار أن عليها طلب ربما لديها معنى جتماعي نحن لا نستطيع يعني بثقافتنا مثلاً من المغرب لا يمكنني معرفة ماذا تعني هذه العبارة حتى إذا قمت بترجمتها العربية فلن أجد معنى يعني واضح فأنا هنا مثلاً قمت بترجمتها سوف نقوم بترجمتها الآن إذن أنظر سوف نرى أنه بالفعل عفواً إذن كونترول في ثم أنظر هذه النلتيجة التي أعطتني مضحك أن تكون في رهبة من بلدي تيزم تيزم قمت بترجمتها لوحدها أعطتني تيز يعني بالعربية تيز لا أدري هل هو الحيوان يعني المعيز أم شيء ما آخر لا أدري المهم أنه من الصعب كما قلت إن لم تكن من ثقافتهم أن تعرف بعض الأمور تكون مثل يعني تكون كودينج تكون مشفرة تحتاج إلى فك التشفير ولكي تفك التشفير لابد أن تكون مدميج في ثقافته المهم هنا كما قلت لكم إذا قمنا بالبحث في Amazon.com سوف نرى أنه يوجد حيوانات كثيرة مثلا هذا الحيوان مختلف هذا الحيوان قط أعتقد أو هذا الحيوان أيضا مختلف هنا نفس الباندا هنا حيوان مختلف هنا أيضا حيوان مختلف هنا سلطعون ربما هنا كذلك حتى مثلا شخصي إذا ليس حيوان هذه جمجمة كذلك إذن يمكن وضع هنا على ما يبدو أي شيء ليس خاص بالحيوانات ولا أي شيء بل كما قلت لكم هذه غالبا تكون مثل هذه النيتشات طبعا مرت علي من نيتشات تشبه هذه الأمور فبالتالي أعرف أنه تحتاج إلى ثقافة لكي تفك يعني لكي تفهم ما الذي تعنيه ولكن الذين يعيشون في اليونيتد ستيت وطبعا الدول الأخرى الأنجلوسكسونية يعرفون يعني يفهمون أو يعرفون ما الذي تعنيه هذه الكلمة أو هذه العبارة بالضبط إذن دعوني فقط أقولكم الآن يعني لماذا أرشحته لكم إذن انظر معي أولا يحقق مبيعات مثلا في الآخر 24 ساعة حقق 21 مبيعه طبعا في البيستر الرانك هنا انظر معي 103 يعني ما يزال سوف يحقق مبيعات أخرى في قادم الأيام والداليل انظر السهم إلى الأعلى يعني ما يزال سوف يحقق نتائج أكثر إذن هنا بدأ طبعا إذا لاحظت ما يهون في البيستر الرانك إثناء النشر يعني 2224 كان في البيستر الرانك 471 ألف ثم بدأ بتحقيق أو عفوا هنا العكس الذي يقع هنا انخفضت يعني لم يحقق مبيعات عقب من ترف الأرغوريتم يعني انظر البيستر الرانك وصل إلى 974 بل أكثر من ذلك سوف يصل إلى مليون ومئة واربعة وثلاثون ألف ثم بعد ذلك سوف يقع الفرج ويحقق بعض المبيعات ثم انخفضت المبيعات ووصل إلى أقل من النقطة التي سجلنا سابقا وهي مليون ومئة ومئة ألف ثم بعد ذلك جاء الفرج ثم انظر انتقل مباشرة كالصاروخ ووصل الآن أو حاليا 2224 في البيستر الرانك مئة وثلاثة ألف يعني جيد جدا وما يزال كما قلت سوف يحقق نتائج أخرى حتى أنه إذا لاحظت معي هنا مثلا هذا المنافس لهذا الديزاين حقق مبيع وقد نشير طبعا انظر مع تاريخ النشر حديثا إذن هذا اندل على شيء فإنما يدل على أنه نيتش ربما فيه احتمالية الصعود كبيرة جدا أنا أرشحه لكم دعونا ننتقل مباشرة إلى النيتش الموالي الذي يحمل عنوان طبعا هذا النيتش نوعا ما هذا موسمي طبعا هو موسمي نيتش جيد جدا تعمدت إدراجه لسبب نواجه هو أنه غير معروف هذا من جهة ومن جهة أخرى لابد أن تعتمد عليه فيما بعد لأنه سوف يحقق نتائج فيما بعد هذه السنة لقد انتهى الأمر لقد بحثته طبعا في جوجل إذن دعوني أريكم الآن بعد النتائج طبعا أين هي فوني إذن هنا طبعا قمت بالبحث عن تاريخ هذا يعني هذه المناسبة جاءت في التسعة والعشرين من فبراير إذن التسعة والعشرين من فبراير إذن الوقت قد تأخر الآن حاليا لهذه السنة ولكن في السنة القادمة سوف يكون إذن لذلك تعمدت إدراجه وأنا شخصيا لم أشتغل عليه لم أكن أعرفه إلا الآن فبالتالي ضاعت من هذه الفرصة التي يشتغل عليه حقق طبعا هنا ثلاثون مبيع في الأربع وعشرون الساعة الماضية حتى عندما قمنا بالبحث عنه في أمازون وجدنا أنه سوف دعوني أريكم يعني انظروا على الريزوت مئة وثمانية يعني لا توجد منافسة كبيرة نهائيا هذا هو الرائع في هذا النتش وكذلك غير معروف السبب طبعا أنه غير معروف فبالتالي الآن عرفنا أنه موجود يعني لو اشتغلت عليه أنا مثلا مسبقا كنت حتما سوف أحقق من النتائج أكثر بكثير من النتائج التي حققها هؤلاء حتى هذا الشخص نشره حديثا يعني تخيل معي نشر هذا الديزاين في من هذا الشهر يعني في شهر اثنان في سابع عشر إذا تخيل معي وقد حصل على هذه المبيعات يعني فمبارك لو كان قد مستعد له من قبل وأبدع أكثر في الديزاين حتى الديزاين بسيط إذا لا حتى معي بسيط نظر معي البيس سيلر طبعا الآن سوف ينخفض أمر عادي ولكنه قد وصل إلى 84 في البيس سيلر رنك يعني رقم جيد جدا طبعا 84 ألف إذن دعونا ننتقل مباشرة إلى النتش الموالي هذا النتش طبعا هناك من يعرف وهناك من لا يعرف وهناك فرصة لإشتغال عليها على المدى البعيد يعني ما يزال عندكم وقت لكي تشتغلوا عليه والمبيعات قد بدأت بالفعل تطهطل من السماء وهي مثلا هذا الديزاين قد حقق 58 أمور لكن هنا انتبهوا جيدا لأن المسألة مسألة فرع يعني اختيار النتشات فرعية طبعا لمن سوف يسأل طبعا هذا هو الخسوف خسوف الشمس أعتقد الكسوف أم الخسوف المهم يعني القمر يغطي الشمس وليس العكس يمكن لكم البحث في الموضوع أعتقد أنه الكسوف يعني القمر يكسف الشمس طبعا هذه المناسبة تتكرر ليس فقط لا تتكرر سنويا طبعا تتكرر في فمثلا هنا آخر مرة حدث هذا الأمر حدث في أغسطس 21 2017 إذن سوف يحدث كذلك في 8 من أبريل 2024 فبالتالي هناك ضجة طبعا أنا هنا قمت بالبحث في جوجل يعني يمكنكم معرفة جميع هذه التفاصيل هذه هي طبعا هذه القرى الأرضية وهذه الشمس إذن القمر يقوم بتغطية الشمس فبالتالي تظهر بشكل غريب هنا في ليس الكل في العالم ولكن فقط نصف الكرة الأرضية تظهر عندهم الأمور بشكل غريب بهذا الشكل طبعا الشمس تظهر سوداء بهذا الشكل لأن القمر يخصفها طبعا هذا فقط تقفى ولكن في أمازون إذا قمنا بالدخول إلى أمازون والبحث أمر طبيعي أن نجده في الريزولت مرتفع لأنني بحثته هنا بشكل عام يعني طبعا يمكنه إجاد نشاط فرعية كثيرة جدا ولكن المهم أو المثير للاهتمام أن عليه طالب كبير يعني هناك أشخاص كثر مهتمينة بعالم الفضاء والفضائيات فبالتالي أمر طبيعي أن يكون عليه طالب كبير وحتى المنافسة يمكن أن تنافسها يعني لديك إمكانية المنافسة هنا لأن ديزاينات إذا لاحظت كله تم تصميمه بشكل معين هنا فقط لكي أعطيكم فكرة انظر معي مثلا هذه الكلمة المفتاحية Twist and Lifetime Solar Ellipse أو Eclipse T-shirt في Estimated Search Volume 1254 في Search Result فقط 279 كذلك إذا لاحظتم دائما دائما ومطلقا سوف تجدون أن عدد الباحث الشهري يفوق عدد النتائج الموجودة طبعا هذه كلها تعتبر كلمات مفتاحية أو يمكن اعتبارها كذلك نتشات فرعية يمكن التخصص فيها هنا نفس الشيء باستثناء طبعا هذه الكلمة المفتاحية الأولى إذن دائما هذا إن دل على الشيء فإنما يدل أن المناسبة تحتاج إلى بدل مجهود وطبعا طارقتها لكم للختام مسك الختام هذا نتش جاي جدا أنا أنصحكم أنا شخصيا سوف أعطيه وقت حقيقي لأنني أعرف ماذا يمكنني استخراجه منه أتمنى لكم جميعنا التوفيق والنجاح وإلى حلقة قادمة إن شاء الله شكرا